اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من سلسلة دوائر كهربية والكترونية اه كلمنا في حلقات سابقة عن الطيار المتردد وازاي بيتولد وازاي بنشتغل عليه واشتغلنا على حاجة اسمها التحويل الكهرباء بتاعتنا بعد الطيار ما بيتولد ممكن عمله عامية رفعة وعمية خفضة عن طريق المحاولات الكهربية اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم بها في حاجة مهمة جدا تعتبر من صميم شغلنا بعد ما وقفنا عند حلقاتنا السابقة عن التوصيل على التوالي واشتغلنا في المكسف وعرفنا ايه الفرق بينه وبين المقاومة لما بحط المقاومة في منبع طيار متردد بيحصل ايه? بيحصل ان الجهد والطيار بل يوم ماشيين مع بعض في اتفاق وجه واحد النهاردة بقى واحنا شغلين في المكسف كده بنلاقي ان الجهد بيتأخر عن الطيار بزاوية تسعين شوية كده هنعرف ان الملف بقى هيعمل حاجة يعني ايه? حاجة كده غير متوقعة اخر لما يتحط في دائرة الطيار المتردد ايه اللي هيحصله الملف اللي هو النوع التالت او العنصر التالت اللي هنشتغل عليه? بس قبل ما نشتغل على الملف هنشتغل كده على قاعدة مهمة جدا توصيل المكسفات على التوازي. الملف اللي هناخده بعد شوية ده بقى اساس عمل المحاولات الكهربية واساس عمل المولدات الكهربية واساس عمل المحركات الكهربية اللي موجودة في البيت بقى سواء كان محرك قالاط او محرك غسالة او محرك مروحة. الملفات لما لما اشتغلنا عليها. لقينا فيها منها القلب الحديدي اللي فيه الهوائية في ملفات بتبقى 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 المدى بتاحها ترددات عالية في بتشتغل في الموجات الصوتية والموجات العالية جدا في التردد للتلفزيون زيها زي شغل المكسب بس المكسب بيبقى ليه دور معين. الملفات دي بتعمل حاجة اسمها المهامة والاتصال. حاجات كتير كده هنشتغل الله هنشتغل عنها ومنها تطبيق مهم زى تطبيق المحاولات الكهربائية طيب المكسف لما كنا بنتكلم عنه في الحلقة السابقة قلنا هو عبارة عن لحين من المعدن بينهم مادة عزلة وكل ما المسافة بين اللحين بتزيد كل ما الساعة بتقل وعرفنا كمان ان فيه عندنا ممفه على سعوية او الممنعة السعوية او المقاومة السعوية ويا مش مقاومة عشان كده اول ما تيجي في زهنك ما تقولش مقاومة بتستهلك طاقة ده نتيجة شحن وتفريغ المكسف بيعمل حاجة اسمها المقاومة اللي هي تتناسب عكسيا مع التردد برافو عليكم وعكسيا مع ايه كمان مع حاجة مهمة لها سعة المكسف النهاردة بقى لما كنا بنتكلم عن التوالي قلنا ان التوالي لو انا عندي ثلاث مكسفات خدت بداية بنهاية وبداية بنهاية بيحصل للا ايه بقى بيحصل ان المجا تجيب الساعة الكلية بقول واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة بتسوي الساعة الكلية بتاع المكسف طب لو انا عندي ثلاث مكسفات دول على التوازي هقول بقى العكس ولا هقول الضد ولا هقول النقيد ما قدرش هقول كده تعالوا بقى بينا كده نشوف التوصيل على التوازي هيعمل ايه في المكسفات وهنفرق بينه بين التوالي في ايه وهنعمل ايه في ساعة المكسف لو زائد ولو ساعة المكسف قلت هنوصلها توالي والله هنوصلها على التوازي بيقول لي التوصيل على التوازي ده شكل الثلاث مكسفاتها همت قدامنا المكسف الأولان عليه شحنة المكسف الثاني عليه شحنة المكسف الثالث عليه شحنة وخلوا بالكم إن الجهد اللي هنا منبع طيار متردد طيب لو أنا جيت هنا قلت لك بديهي إيه اللي يحصل هلاقي الجهد هنا هو الجهد هنا هو الجهد على الأطراف دي هو الجهد في الخنة الثالثة دي فالجهد هنا في حالة التوازي وده كان لنا في المقاومات كان سابط القيمة أما هنا إيه اللي هيحصل هيحصل هنا أن الشحنة هنا هتتجزأ شوية شحنات هتروح عند المكسف الأولاني وشوية شحنات هتروح عند المكسف الثاني وشوية شحنات هتروح عند المكسف رقم ثلاثة يبقى الشحنة هصل لها إيه هصل لها عملية توزيع وده الشكل بتاع التوصيل على التوازي خدت السالب كله مع بعضه وخدت الموجة بكله مع بعضه يعني التوازي ده اللي احنا خدناه قبل كده في المقاومات يا مستر هو التوازي هنا اه طبعا اي توازي في الدنيا باخد بدايات مع بعضها وانهايات مع بعضها ووصل على المنبع ومن هنا فكرة التوازي جات طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل قهربيا والمكسفات على التوازي قال لن اي شحنة بتساوي حاصل ضرب الساعة بفرق الجهد يبقى المكسف الاولاني ليه شحنة سماكي واحد هتساوي ساعة المكسف الاولاني في فرق الجهد بتاعه والشحنة على المكسف التاني هتساوي ساعة المكسف التاني في فرق الجهد بتاعه والشحنة على المكسف التالت هتساوي الساعة التالتة بتاعته او ساعته في فرق الجهد بتاعه ومن هنا هلاحظ ايه هلاحظ ان الجهد هنا ثابت القيمة يعني الجهد هنا لو بعشرة هيبقى هنا بعشرة هيبقى هنا بعشرة فهاخده عامل مشترك وهيبقى ليه بقى هيقول ان كيو توتل بتساوي لو انا جمحت Q1 وجمحت Q2 وجمحت عليها Q3 هيطلع ان Q2T اللي هي الشحنة الكلية بتساوي مجموع الشحنات التلاتة لو انا عندي تلات مكسفات طيب ومن هنا هطلع بحتة مهمة جدا احنا لسه من شوية كنا بتقول ان اي شحنة في الدنيا بتساوي الساعة في فرق الجوت فانا هجيب الشحنة الكلية او الساعة الكلية واضربها في فرق الجوت اجيب الشحنة الكلية طيب عود بقى تعويض رياضة مش انت عندك ان الشحنة بتساوي الساعة في فرق الجهد هشيل كلمة Q total ده هي وحط مكانها C total في V لان كلمة Q total بتساوي C total إلى الساعة الكلية في فرق الجهد وبناء على ذلك هشيل Q1 وحط C1 في V وشيل Q2 وحط C2 في V وشيل Q3 وحط C3 في V هتلاحظ ان ال V هنا هو ال V هنا هو ال V هنا فهاخد عام المشترك او اقسم عليه يطلع لقانون بيقول لي ايه بقى ان الساعة الكلية اللي هي C total بتساوي C1 زائد C2 زائد C3 يبقى هنا لو انا عندي 3 مكسفات وتوصلوا على التوازي هجمحهم جامع عادي يعني لو عندي مكسف ب4 والتاني بتلاتة واللي بعده بتلاتة هقول 4 زائد 3 زائد 3 يديني 10 او يديني ايه بقى زي ما كنته تطلع ويما يطلع بالفراد او المايكرو فراد او البيكو فراد او النانو فراد طيب بيتنقل لمسال عشان اوضح بقى الفرق بين التوالي والتوازي بيقول لي ايه بيقول لي عندي 3 مكسفات الساعة بتاعتهم 2 و 1 و 4 مايكرو فراد يعني مكسف ب2 مايكرو و 1 ب1 مايكرو و 1 ب4 مايكرو فراد متوصلين مع بعض توازي مع مصدر جوده 220 فولت احسب قيمة الساعة المكافأة واحسب كذلك قيمة الشحنة الموجودة على كل مكسف من هنا بقى عايزكم بقى تاخدوا كده سكرين للشاشة اللي قدامنا ديت او تصوروها كده عشان المثال ده مهم جدا وعايزكم انتم وعدين كده قدام الشاشة تحلوه قبل ما نحلوه احنا في ولد شاطر كده وبنت تقول لي ايه تموها مصدر انت لسه قالينا في حالة التوصيل على التوازي انا بجمع الساعات يعني ايه بجمع الساعات يعني اقول اتنين زائد واحد زائد سبعة اتنين و واحد تلاتة تلاتة واربعة يبقى سبعة يبقى الساعة الكلية اللي ماشية سبعة مايكرو فراد برافو عليكم لان التوصيل على التوازي بجمع مباشر عطول ما بقولش بقى واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين لا بقوله الساعة الكلية في حالة التواصيل على التوازي بتسوي مجموع الساعة الاولينية زائد الساعة التانية زائد الساعة التالتة فهول اتنين وواحد واربعة يديني سبعة مايكروفراض وده اول درجة خدتها او اول معيني كده جد حليب بمجرد النظر طب لو قال لي حسب قيمة الشحنة الموجودة على كل مكسف التواصيل ده ايه برافو عليكم تواصيل توازي فلما جا اشتغل على التواصيل على التوازي باعتبر ان كل شحنة لوحدها يعني ايه يعني انا هاخد الاتنين ده ايه واضربه في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ان القيوه اللي هي الشحنة بتساوي حاصل ضرب ساعة المكسف في فرق الجهد بتاعه طيب الساعة في حالة التوازي قلنا سي توتل بتساوي سي واحد زايد سي اتنين زايد سي تلاتة بقى بناء على الكلام اللي قلناه هقول اربعة زايد واحد زايد اتنين برافو عليكو زي ما انتو طلعتوها كده شطرين سبعة مايكروفارات كده انا حسبت الساعة طب لو قال لي بقى احسب الشحنة الكلية انا عندي الشحنة الكلية بتساوي ايه بتساوي مجموع الشحنة الاولانية زايد مجموع الشحنة التانية زايد مجموع الشحنة التالتة عشان كده في توصيلة التوازي هجيب الشحنة بعدد المكسفات يعني ايه هجيب الشحنة بعدد المكسفات يعني انا لو عندي اربع مكسفات هجيب كيوه اربع مرات عن طريق قانون بيقول ليه ان اي شحنة كيوه بتساوي الساعة في فرق الجهد أنا عندي 3 مكسفات ساعة الأولان 4 لما ضربها في 22 يطلع 880 مايكرو كلوم لأنني شغال مايكرو فراد طيب Q2 هتسوي ساعة المكسف الثاني في فرق الجود يعني المكسف الثاني كانت ساعته بواحد هضربها في 22 يطلع الناتج 220 مايكرو كلوم طيب Q3 اللي هي الشحن على المكسف الثالث برضو هتسوي الساعة الثالثة في فرق الجود الساعة الثالثة كب 2 وفرق الجود في 22 ما تغيرش يطلع الناتج بـ 440 مايكرو كلوم لو أنا عايز أجيب بقى الشحنة الكلية هجمع الـ 880 زائد الـ 220 زائد الـ 440 يدين الشحنة الكلية اللي موجودة على أطراف المكسفات الثالثة اللي موجودة في الدايرة اللي قدام طيب يبقى هنطلع بأول حاجة لو أنا عندي توصيل على التوازي بقول إيه؟ بقول إن الشحنة الكلية بتساوي حاصل ضرب بساعة المكسف الأولاني في فرق جهده والمكسف الثاني في فرق جهده والمكسف الثالث في فرق جهده والآخر أجمع الشحنات يديني الشحنة الكلية بيقول لي 3 مكسفات في المسألة الثانية 4 و 8 و 16 مايكرو فرات متصلة على التوالي برافو عليكم خلوا بالكواب من النقطة دي مع مصدر برضو 220 عايز يحسب الساعة المكافأة اللي يا سي توتل وعايز يحسب الشحنة الكلية هنا هنعملي بقى ولد بيقول لي يا مستر ما احنا عرفنا ان في حالة التوالي هقول 1 على 4 زائد 1 على 8 زائد 1 على 16 يديني 1 على سي توتل اللي يا الساعة كلية هناك في التوازي كنت بجمع وقلبي جامد لان بيقول لي لو انا عندي 3 مكسفات دول متوصلين مع بعض توازي هجمعهم مباشرة يعني اقول 4 و 8 و 16 يديلي الناتج على طول لكن هنا التوصيل على الايه على التوالي فما اقدرش اجمع كده لا ده انا هقول 1 على 4 زائد 1 على 8 زائد 1 على 16 واشتغل يطلع ناتج ايه بقى كده انا جبت الساعة الكلية من هنا ادم جبت الساعة الكلية هتعمل ايه هتضربها مباشرة في 220 يديك الشحنة الكلية لان احنا واحنا شغالين على التوالي في الحلقات السابقة قلنا في حالة التوصيل على التوالي الشحنة سابتة يعني انت هتجيب الشحنة الكلية وتضربها في 220 يديك الشحنة كل مكسف على حدة كنت بضرب ساعة الاولاني في المتين وعشرين وساعة التاني في المتين وعشرين ده لما يكون توازي لكن في التوالي مش هنعمل كده هنشوف الساعة الكلية هطلعب بكام ونضربها في المتين وعشرين هنا قال لي ايه بقى قال لي انت عندك الساعة الكلية في حالة التوالي واحد على سي توتل بتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلات طيب يبقى واحد على اربعة زائد واحد على تمانية زائد واحد على ستاش بالشغل بقى الرياضة هواحد المقام بستاشر اللي هو المعامل المشترك الاكبر ماقولش اربعة لا اخد الكبير اللي هو كام ستاشر وقول ستاشر على الاربعة فقال الاربعة وستاشر على التمانية فقال الاتنين وستاشر على الستاشر فقال واحد اجمع بقى فوق كده اربعة واثنين ست ستة وواحد سبعة يبقى النات اجتلع بكام بسبعة على ستاشر بس كده ما حلتش المسألة يا مست ده انا مش عايز واحد على سي توت فاكرين لما كنا في التوالي بنشقلب هناك في مسائل المقاومات لما كانت على التوازي هنا برضو هشقلب يبقى الناتج يطلع بكام بستاشر على سبعة لو اسمنا ستاشر على السبعة هيطلع تقريبا اتنين وتمانية وعشرين من مية مايكروفراد يبقى هنا هنا حتة مهمة جدا عايزكم تخلوا بالكم منها وانتو بتحلوا مسألة التوالي في المكسفات زي ما كنا بناخد بالنا بالزبط كده واحنا بنحل مسائل التوازي في المقاومات لان القوانين تعتبر شكل بعضها هقوله هنا الناتج مش هيطلع سبعة على ستاشر لا ده لو انا عايز اجيب الساعة الكلية المفروض اضرب طرفين في وسطين بس احنا بقى شغل رياضة كده بيقولك ايه شقلب اخر ناتج يعني انت تشقلب الستاشر على السبعة يطلع الناتج اتنين وتمانية وعشرين من مية مايكروفراد كده انت جبت الساعة الكلية طب لو طلب الشحنة كلية بقى هامسك الساعة كلية اللي طلعت ده هي اللي اتنين وتمانية وعشرين من مية اضربها في المتين وعشرين فولت مرة واحدة يطلع للساعة الكلية بتاعت المكسف ده اهو قلق قيمته الشحنة الكلية انا عندي قاعدة بتقول لي ايه ان كيو بتساوي سي توتل في في طاب انا عندي سي توتل لسه مطلعينها حالا باثنين وتمانية وعشرين من مية هضربهم في المتين وعشرين اللو هو الجهد بتاع المصدر يطلع النتج 503 مايكرو فراد وده المطلوب إثباته لو أنا عايز أشتغل شحنة كلية في التوالي يبقى أنا في التوالي بجيب الساعة كلية واضربها في فرق الجهد لكن في التوازي يا مستر بقى هنعمل يا أولاد لا ده احنا هنجيب الشحنة الأولانية على المكسف الأولان وارجع جيب الشحنة على المكسف التاني وارجع جيب الشحنة على المكسف التالت واجمعهم جامع اتجاه عادي خالص يطلع الشحنة الكلي وعايزكوا الكومنتات دي تدونوها كده في ملوحظات والنوتس ده تكتبوها كده عشان ده اللي هيفرق في مسائل التقييم بتاعتنا لما جاء اشتغل على مسائل المكسفات في التوالي والتوازي طيب بتنقل بقى العنوان مهم جدا اسمه انواع القدرة في دوائر الطيار المترد الاول يعنيه قدرة يا ولاد القدرة عندنا اللي انا مثلا بروح اشتري لمبة كده من عند الراجل اللي روح جاي مديني اللمبة كده ابص على الكارتون اللي برا بتاعت العبوة يا مكتوب عليها مثلا ستة واط عشرة واط ميت واط خمسة واط دي اسمها قدرة فعالة يبقى عندنا القدرة اول نوع هيقابلنا اللي هي الباور البي القدرة الفعالة ودي قدرة تقاس بالواط وممكن اجيبها عن طريق ان انا اضرب الجهد في الطيار في قدرة تانية اسمها قدرة غير فعالة اللي احنا بقولوا عليها كيو الكيو دي ياب بتساوي حاصل ضرب الجهد في الطيار في صين الزاوية لكن ديكها الجهد في الطيار في قزين الزاوية اللي احنا بقول عليها القدرة الفعالة القدرة التالتة اللي عندنا تسمى القدرة الظاهرية ودي قدرة حصل ضرب الفي في الاي وبرمز لها بالرمز اس يبقى انا عندي تلات انواع من القدرة قدرة فعالة اللي هي المستهلكة قدرة غير فعالة اللي هي كيو قدرة ظاهرية اللي هي الاس اللي هي القدرة الظاهرية بتاعتنا القدرات التالتة دول بيفرقوا معايا جدا في الشغل بتاعي سواء انا بقى شغال على المكسفات او شغال على المقاومات او شغال في الدائرة القهربية ككل لان احنا بعد شوية بعد ما تعرفنا على الملف على المكسب وعى المقاومة هنخش بقى على جزء الملفات المهم جدا اللي بنتطبقه بقى في حاجات كتير جدا ومنها المحولات ومنها المولدات ومنها المحركات زي ما قلنا في اول الحلقة. في قاعدة مهمة جدا انا عايزكم تاخدوا بالكم منها قوي اللي هي ايه بقى? القدرة. لما اجا قل لك ايه انواع القدرة في الطائرة المتردد? قل لنا عندي تلات انواع من القدرة. قدرة فعالة بي? قدرة غير فعالة كيو? قدرة زهرية اس. طب القدرة الفعالة باسها بوحدة الواط. اللي هي اللي عادية خالص زي ما بتجيب اي لمبة اي جهاز كهرابي بقول لك ده مسلا سبعة واط عشر واط عشرين واط زي ما انت عايز. في قدرة تانية غير فعالة اسمها كيو وتقاس بوحدة الفولت امبير اكتف اللي هي الفار. بقى المنزلها كده بالرامد في اي ار. في وحدة تالتة اسمها القدرة الظاهرية وتقاس بالفولت امبير. يعني يقول لك مولد او محاول خمسين فولت امبيري بقى قدرته الظاهرية خمسين فولت امبير. تعالوا بقى لو شوف القدرة هتفرق معايا في ايه? في دواير الطائرة المتردد اللي هتشتغلها بعد شوية. وهل القدرة بتختلف لو انا حطيت ملف عن مقاومة عن مكسف? او حطتهم التلاتة مع بعض دمج? هل هيفحص الفرق في في القدرة? هل هتزيد? هل هتقل? وايه معامل القدرة اللي هيزهر معنا كده? وامتى يكون متقدم? وامتى يكون متأخر? وامتى يكون بيسوي الواحد الصحيح? وايه علاقة معامل القدرة بالكهربا اللي احنا بندرسة? تعالوا بقى نشوف كده انواع القدرة ايه? ويلا نشوف القدرة في الطيار المتردد بتسويه. بيقول لانواع القدرة في الطيار المتردد عندنا تلات انواع. او القدرة عندنا اسمها القدرة الفعالة. القدرة الفعالة قال لي ايه بقى? هي القدرة التي يمكن الاستفادة منها مباشرة في الاحمال الكهربية. يعني اللمبة مكتوبة عليها تمانين واط. هي دي فعلا تمانين واط. خلاص. يبقى دي قدرة مستفادة. يعني ايه مستفادة? يعني هستفيد منها مباشرة في الاحمال الكهربية. وهي الجزء من القدرة اللي بتتحول الإضاءة في المصابيح أو حركة الميكانيكية في المحركات. أجل أروح أشتري مطور مثلا أو أشتري مثلا تكييف يقول لي مثلا أنت عايز قدرته أديه نص حصان ولا تلاتة ربع حصان ما هي دي قدرة فعالة. دي اسمها قدرة فعالة اللي هي القدرة اللي هستفيد منها مباشرة في الأحمال سواء كانت بقى أحمال إضاءة زي مصابيح زي حركة ميكانيكية في المحركات الكهربية بصفة عامة. القدرة الفعالة في قدرة تانية عن نقيد اسمها قدرة غير فعالة بيقول لي هي ذلك الجزء من القدرة الذي يسبب تناوب الطاقة. يعني هو اللي بينقل الطاقة بيعملها تناوب من المصدر للحمل. هي اللي بتعمل التناوب بتاع الطاقة لما تكون الحمل شغال عندي وأخذ من الحملة وروح للمصدر. مرتين في كل دورة من دورات الطيار أو الجهد. أقول تاني قدرة غير فعالة المقصوب بيها هي جزء من القدرة بس الجزء ده بيسبب تناوب يعني تناوب يعني رايح جاي تناوب الطاقة بين المصدر والحمل. يعني هو اللي بيسبب لي تناوب الطاقة بين المصدر والحمل مرتين في كل دورة من دورات الطيار أو الجهد. والقدرة الغير فعالة مطلوبة جدا ومهمة لعمل المحركات. بالرغم من ان اسمها غير فعالة انت أول ما يطرق لزهنك كده يعني ايه قدرة فعالة يعني ملاش لازمة لا دي قدرة مهمة جدا وأنا شغال مع المحركات بتاعتنا سوى مواتير أو محركات طيار متغير سوى كانت مطور غسالة مطور مطور مروحة مطور خلاط المحركات اللي موجودة في خطوط الانتاج كلها دي مهمة جدا القدرة الغير فعالة لها قدرة الثالثة اسمها القدرة الظاهرية واللي هي المجموع الاتجاهي للقدرتين الفعالة يعني ايه مجموع الاتجاهي؟ يعني هي الجزر التربيعي لبي تربيع زائد كيو تربيع يعني القدرة الفعالة هربحها والقدرة الغير فعالة هربحها واجمعهم الاتنين واجيب الجزر يدين القدرة الظاهرية لأنها تعرفها هي المجموع الاتجاهي للقدرتين الفعالة والغير فعالة طيب إيبقى البي عرفنا ان هي قدرة فعالة وبتقاس بالواط او الكيلو واط او الميجا واط القدرة الغير فعالة اللي هي الفار اللي هي الفولت امبير اكتف او الكيلو فار او الميجا فار القدرة الظاهرية يا اما فولت امبير يا اما كيلو فولت امبير يا اما ميجا فولت امبير دي الوحدات بقى بتاعتنا بدقة من كيلوهات للميجات اللي هي 10 او 6 فولت او كيلو فولت حسب ما يقولي في المعطيات يبقى انا عندي القدرة من كل واحدة كده فعالة بتتقاس بالوات ومضاعفاته الكيو الغير فعالة بالفار ومضاعفاته الاس برضو قدرة ظاهرية وتقص بالفولت أمبير ومضاعفاته اللي هي الكيلو والميج طيب القدرة الفعالة في أي دائرة كهربية بتساوي حاصل ضرب الجهد في الطيار في جاتة الزاوية ايه بقى الكلام ده يا مستر يعني انا لو جيت قلت لكس بالقدرة الفعالة ودتك الجهد بعشرة والطيار بخمسين وكوزين فاي اللي هي زاوية القطع هنا المقصوب بها الزاوية 30 درجة 40 درجة 80 درجة زي ما يقول اللي بقى في المعطيات هضرب الجهد في الطيار في جاتة زاوية القطع اللي هي جاتة فاي يديني الكدرة الفعالة وتمييز هوات الكدرة بقى الغير فعالة نفس الكلام برضو الجهد في الطيار بس بدلا ما جيب جاتة او جيب كوزين فاي بقول صين الزاوية اللي هي فاي يبقى في 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 صين فاي يديني الكدرة الغير فعالة الكدرة الزاهرية زي ما قلنا يما تقول الفولت في الطيار على طول مباشرة او تربع القدرة الفعالة بتربيع وتربع القدرة الغير فعالة اللي هي Q تربيع وتجمع الاتنين وتجيب الجز يديني القدرة الظاهرية طيب فيه بقى جزء كده بيطلع جديد عندنا ويكن اول مرة نسمع عنه اسمه معامل القدرة معامل القدرة هو النسبة بين القدرة الفعالة والقدرة الظاهرية يعني لو انا قسمت اللي طلع من B على طلع من S اللي هي الظاهرية يديني معامل القدرة وممكن يكون متقدم وممكن يكون متأخر وممكن يكون بيساوي الوحدة وده هنعرفه او بالتفصيل ان شاء الله في منهج سنة تالتة معامل القدرة اللي هو الباور فاكتور بي بيف بيساوي البي على اس يعني القدرة الفعالة على القدرة الظاهرية ومالوش كميز لان لو البي بالواط يبقى لازم اس الاخرى يكون بالفولتا امبير فالفولتا امبير لما نيجي نشتغله يديني واط لان فولتا امبير هو الواط برضه تعالوا بقى نقول لي ايه بقول لي معامل القدرة ايه بقى ناخد فكرة كده صغيرة عنه بقول لي ان انخفاض معامل القدرة يعني ان القدرة الظاهرية المطلوبة تزيد كل ما معامل القدرة بينخفض كل ما القدرة الظاهرية لائس بتزيد مما يؤدي الى زيادة الطيار المسحوب وكل ما الطيار تسحب بفترة بكميات كبيرة او بزيادة يؤدي إلى زيادة الانخفاض في الجهة والقدرة المفقودة عبر الموصلات تاني يا مستر قال لانخفاض معامل القدرة مش احنا قلنا ان فيه عندنا حاجة تظهر جديدة كده اسمها معامل القدرة ده معامل القدرة ده يعتبر من الحاجات المهمة جدا اللي بتغير مصاري المحركات عشان كده معامل القدرة لما كنا بنحسبه رياضة بقول الكدرة الفعالة بيه على القدرة الزهرية S طب ايه علاقة S بالمعامل القدرة علاقة عكسية عشان كده بيقول لي ايه لو احنا انخفضنا كمعامل القدرة انخفض فالقدرة الزهرية بتزيد لان العلاقة بينهم علاقة عكسية كل ما معامل القدرة بينخفض كل ما القدرة الزهرية S بتزيد وده بيؤدي اليه هي S دي تعمل ايه في الدائرة القهربية عندنا او في المحركات قال لي كل ما القدرة الزهرية هتزيد هيؤدي الي زيادة الطيار طب الطيار الي بيسحب من المكنة او من الالة ده لو زاد يؤدي الي زيادة انخفاض الجود عن نقيدها لقى الجود ايه بينخفض طيب لما الجود يا بينخفض القدرة بتتفقت بفترة كبيرة جدا عبر الموصلات بيحصل انخفاض للقدرة المفؤودة ويمكن تحسينه عشان احس معامل القدرة بقى وخليه يطلع وما ينخفضش ان انا ادرج بعض المكسفات في دوائر التوازي لان المكسف ده من سماته ومن صفاته ان هو بيعمل على تحسين معامل القدرة فانا لازم هنا اعرف يعني ايه معامل القدرة في سنة اولى عشان لما اطلع سنة تانية او تالتة او ادرس منهج الات لما اخش فني الات كهربية لازم اكون متأكد ان معامل القدرة ده ده مش محطوك كده وخلاص لان اجيبه عن طريق بيه على قسة وشكرا لأ ده قال لي معامل القدرة ده لو انخفض بيعمل لي كارسة ان الطيار بتاعي بيسحب بكمية كبيرة فلما الطيار بيسحب الجود بيقل والقدرة المفؤودة عبر الموصلات بيحصل قدرة بيحصل حاجة مشكلة في الدايرة الكاربية لازم اعمل عملية تحسين لمعامل القدرة التحسين ده يعمل ايه ان انا اعمله ايه بقى اروح جاي حاطت معا مكسفات على التوازي والدايرة لو وصلت فيها مكسفات على التوازي بيحصل تحسين لمعامل القدرة فبمعامل القدرة ده موجود في المحركات اه موجود في المحركات جميع المحركات الاستنتاجية فيها معامل قدرة متأخر جميع المحركات الاستنتاجية فيها معامل قدرة متأخر زي خط ينتاج مثلا في مصنع أو في شركة كبيرة بتلاقي المحركات اللي مشغالة المخرطة والمتقاب والأجهزة وخط الانتاج اللي هو انت بتشوفه مثلا في جميع المصانع ده اللي بيحركوا محرك فالمحركات هنا كلها بتأخر معامل القدرة طب ما ده هعمل لك كارثة في الشركة أو المصنع انت لسه قلنا لو انخفض معامل القدرة بيسبب زيادة للطيار بيقدي الى انخفاض القدرة المفؤودة في الموصلات بيقدي الحاجة تانية اللي هي انخفاض الجهد طب انا كده هاخسر كتير في الشركة أو خط الانتاج بتاعي مش هيطلع العدد اللي انا عايزه أو الكمية اللي انا عايزة فنعمل ايه بقى هنا عشان كده بيروحوا جايين حطين في المصانع اللي فيها احمال حسية بتعمل على انخفاض معامل القدرة يرمي فيها محركات تسمى المحركات التزامنية او المحركات التوافقية دي محركات كده مصممة علشان تشتغل في حاجات معينة زي التكيف المركزي زي المضخات الكبيرة ومن اهم استخداماتها بقى اجي على خط انتاج مثلا او مصنع مثلا فيه عشرين تلاتين مثلا مكينة والمكينة كلهم محركات استنتاجية زي مطور الغسلة اللي عندنا كده في البيت ده اعتبر محرك استنتاجي وهروح جاي رامي في السكة ايه بقى احط في السكة محرك توافقي بيسموه كده في المراجع مكسف بيسمون محرك المكسف ده وظيفته ايه بقى بيحسن معامل القدرة ما انا لازم ارفع القيمة بتاعته مش عايزه ينخفض القيمة المتدنية لازم ارفع قيمته يعني اعمله عملية تحسين طب لو انا عندي دائرة كهربية خلاص هات شوية مكسفات وصلهم على التوازي كل ما المكسفات تتوصل على التوازي عرفته بقى احنا ليه من شوية درسنا المكسف المكسف ده مش احنا قلنا بيخزن طاقة بس مش ما يستخدمه في الفلاش وخلاص لا ده من مميزات المكسفات ان هي بتعمل عملية تحسين لمعامل القدرة من السماد بتاعتها ومن اجمل ما فيها ان هي بتحسن معامل القدرة ومعامل القدرة ده لما بيتحسن الطيارة المسحوب هيقل فالجه دي يزيد فالقدرة المفقودة مش هتبقى موجودة بكمية كبيرة زي ما حصل له انخفاض وضرب وهبوط كتير اوه في انخفاض معامل القدرة عشان كده الحتة بتاع المكسفات دي مهمة جدا ان انا لو عندي احمال حسية ومؤثرة علي في معامل القدرة مخليها منخفض اروح جاي رامي في السكة ايه برافو عليكم محرك توفقي او محرك بسامون محرك التزاموني او المحرك المكسف طي لو انا عندي دائرة كهربية ودائرة كهربية دي اتفاها مثلا مجموعة احمال حسية ومش متاح ليا دلوقتي ان انا اجيب محرك توفقي اعمل ايه اروح جاي حاطة بعض المكسفات على التوازي وليه على التوازي بقى ها سؤال ليكم بقى ليه على التوازي ليه ما حطناش مكسفات على التوازي ها برافو عليكم لان المكسفات على التوازي بتديني قيمة كبيرة جدا للساعة لان ما جهس بالمكسف المكسفات لو متوصلة عندي على التوازي بقول سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة زائد المسألة اللي احنا نسه حللنا من شوية فلو المكسف اربعة وثلاثة وخمسة يديني ناتي كبير غير لما وصلهم على التوازي بيديني قيمة صغيرة جدا للساعة عشان كده المكسفات لو توصلت في الدايرة على التوازي تديني ساعة كبيرة كل ما ساعة المكسف تبقى كبيرة كل ما يعمل لتحسين كويس قوي لمعامل القدرة يبقى انا عرفت ان الباور فاكتور او معامل القدرة ده مهم جدا ومن اهميته انه يفضل دايما مرتفع او متقدم زي بقوله وعشان اخليه مرتفع ومتقدم وعملية التحسين بتاعت التنم بصورة كويسة ان انا احط في الدايرة بعض المكسفات ووصلها مع بعضها بالتوازي عشان تديني ساعة كبير يبقى انا كده طلعت بحتة مهمة جدا ان معامل القدرة ممكن ينخفض في الالات الكهربية وبما انخفاضه ده بيعمل لمشكلة كبيرة انه بيخل الطيار المسحوب يعلى فالجهد يقل والقدرة المفقودة عبر الموصلات نفس الكلام فعشان احسن العملية دي كلها اضطر احط في الدايرة مكسفات على التوازي طيب بعد كده بقى هناخد جزء مهم جدا ان انا هدرس المقاومة والمكسف مع بعض توالي احنا خدنا قبل كده المقاومة لوحدها والمكسف لوحده النهاردة بقى هنعمل المكس الاول ان انا اجيب مقاومة واربطها مع مكسف وحطهم لاتنين في دايرة طيار متردد على التوالي وشوف بقى الممانعة بتتحسب ازاي والمتجهات ايه اللي هيحصل لها طب يا مستر انت من شوية قلتنا ان المقاومة لما بتتوصل من منبع طيار متردد الجهد والطيار في اتفاق واجه واحد لكن المكسف كان بيقدم بيقدم مين بيقدم الطيار عن الجهدي بزاوية 90 فالدائرة هنا هيحصل في ايه بقى بعض اللخبطة ولا لخبطة ولا حاج تعالوا كده نشوف المتجهات بتاعتنا بتترسم ازاي او الدائرة شكلها ايه قال للمقاومة ار هوصلها بالتوالي مع المكسف اللي ليه ممنعة فاكرين الممنعة اللي هي واحد على اتنين باي اف سي برافو عليكم احنا سمناها اكس سي الاتنين دول متوصلين مع بعض على التوالي بمنبع جهد متردد او متغير الجهد هنا هيعد على المقاومة هتاخد منه شوية هسميها VR والمكسف الراخر قال لك انا عايز شوية انا راخر فهبقى اسمي VC بل الجهد هنا الجزق ودي قاعدة خدناها من الازل قوي ان اي توصيل توالي الجهد هو اللي بيتجزق لكن الطيار برافو عليكم سابط القيم عشان كده المتجه الاولان هيجي منين تعالوا بقى بصوا كده معاي احنا في حالة وجود مقاومة الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد ودي قم انت خدناه في الحلقة اللي فاتت وقلتلكوا لو انت عندك مقاومة وتوصلت بمنبع طيار متغير بلاقي الجهد بتاع المقاومة ماشي مع الطيار في اتفاق وجه واحد يعني الزواء اللي بينهم برافو عليكم بصفر تعالوا بقى انما نحط المكسف لا ده المكسف بيأخر الجهد عن الطيار بزاوية 90 عشان كده الجهد اللي على المكسف اتأخر عن الطيار بزاوية 90 وده اول منحانة هيقابلنا اللي هو رسمة المتجهات بتاعتنا ومن غير ما نحفظ يا اولاد مش انت عندك المقاومة الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد طب بما ان الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد اذا لو انا جيت رسمت الرسمة هعمل خط زي الخط المستقيم كده واكتب كلمة VR و I VR يعني جهد المقاومة وال I اللي هو الطيار والاتنين مع بعض بدقين مع بعض على خط واحد يعني الزاوية اللي بينهم بزيره خد بقى المكسف اللي من شوية قلنا مقاومة مع مكسف المكسف بيعمل ايه في الدايلة الكهربية بيخلي الجهد اللي هو الفيه بيتأخر عن الطيار بزاوية 90 فبالتالي جهد المكسف فينا هيتخلف ويتأخر بزاوية 90 او الطيار اتقدم عن جهد المكسف بزاوية 90 وده المتجه تعالوا بقى ناخد المتجه ده في حاجة تانية اللي هو المسلسات بتاعة الطيار ومسلسات الجهد ومسلسات القدر انا عندي من المنحنة ده عندي ايه عندي في سي اللي هو جهد المكسف وعندي في آر اللي هو جهد الايه المقاومة طب لو عايز اجيب الجهد الكل هنرجع بقى الفيسة غرصة كده اقفل المسلس ده زاوية كده 90 درجة واقفله مش هو متأخر بزاوية 90 يبقى المسلس الوطر بتاعي ده هيبقى اسمه في توتال طب من الرياضة اللي احنا دلسناها في الاعدادية لو انا عايز احسب الوطر هاول الجزر التربيعي لفي آر سكوير زايد الفي سي سكوير يعني في آر تربيع زايد في سي تربيع لو انا عايز اجيب الايه المحصلة او الوطر او الضلع بتاع الفي توتال اللي هو الجهد الكل هنفهم من هنا ان انا هناك لو عايز احسب الجهد في اي داير التاير مستمر كنت بقول خمسة زايد تمانية يديني تلاتاشر هنا لا هنا لو جهد المقاومة تلاتة وجهد المكسف اربعة ما قدرش اقول هيسوي سبعة لا ده انا هربع التلاتة يبقى تسعة وربع الاربعة يبقى اتناشر يبقى ستاشر واجمع تسعة وستاشر يديني خمسة وعشرين اجيب الجز يطلع خمسة يبقى الجهد الكل كام خمسة فولت يا مستر الكلام ده هنشتغل فيه وانحنا بنطبق طبعا لانها هديك جهد مقاومة وهديك جهد مكسف وقول لك هاتلي الجهد الكل ايه هاتقل المقاومة زادي المكسف زا ما اخدنا كده في الابتداء والاعداء دي اجمع تلاتة واربعة يديني سبعة لا ده انت هتربع التلاتة وتربع الاربعة وتجمع الاتنين جمع اتجاه وتجيب الجزر التربيعي يديك الجهد الكل او الفي توتل عشان كده لازم ندرس طير متردد واحدة واحدة مع بعض خدنا المقاومة لوحدها وخدنا المكسف لوحده بعد كده عملنا بقى المكس بين المقاومة والمكسف عرفنا ايه في المكس ده ان الجهد والطيار في المقاومة ماشيين مع بعض قد الخط بتاعهم اهو اللي هو ده والمقاومة مع الجهد اللي المكسف بيعمل ايه بقى مع الطيار قال لجهد المكسف اللي هو الفي سي بيتأخر بزاوية تسعين عن الطيار طب لو انا خدت الشكل ده وروح تجاه عمل بقى ايه بعمل زي ما كنا كده بنشتغل في الهندسة وقول ايه بنعمل عمل نوصل مين نوصل الضلع ده ببعضه كده فالداني مسلس قائم الزاوية فانا عايز اجيب الوطر اللي وال في توتل اللي اجمع الجزر التربيعي لفي ار تربيع مع الفي سي تربيع وهتلوم الجزر بعد ما تربحهم يجيب لك الجهد الكل اللي موجود في الدايرة الكهربية اللي فيهم قومة ومكسف ده اسمه مسلس الجهد باول مسلس هنطلع به مسلس الجهد من مسلس الجهد زي ما قلت لك لو عايز تحسب الجهد الكل قولي الجزر التربيعي لفي ار تربيع زائد في سي تربيع واللي اطلع اجيب له الجزر بقى انا كده جبت الجهد الكل طب لو طلب مني معامل القدرة اللي لسه متكلمين عنه من شوية اي جتة في الدنيا من قانون المسلسات اللي احنا خدناها حساب مسلسات اي جتة بتسوي المجاور على الوطر المجاور اسمه في ار والوطر اسمه في لان الزاوية دي 30 درجة والزاوية دي 90 درجة والزاوية دي 60 درجة فالمجاور هنا اسمه في ار والفي والفي توتل اللي هو الوطر فانا لو اسمت الفي ار على الفي توتل اجيب حاجة اسمها كوزاين فاي اللي هي جتة الزاوية او معامل القدرة تعالوا بقى ناخد مسلس تاني اسمه مسلس المقاومات مش انت عندك المقاومة الاولانية او الدايرة فاق مقاومة اسمها ار المكسف متأخر يبقى اسمه اكسي سي لان جهد المكسف متأخر عن عن الطيار بزاوية 90 درجة اقفل مسلس يديك ضلع تالت اسمه زد زد يعني ايه بقى يا مستر زد ده اللي هو الاعاقة الكلية او المقاومة الكلية الدايرة اصبحت بدل ما كان فيها مقاومة بقى فيها ثلاث مقاومات يا سلام يعني الثلاث مقاومات دول ايه بقى هم ار اللي هي المقاومة العادية والاكسي سي هنا مش مكسف ده ممنعة او مفعلة سعوية اللي احنا واخدينها من الحلقة اللي فاتت الزد هنا اللي هي ايه بقى الاعاقة الكلية اللي انا بقول عليها الوطر برافو عليكم هاتلي بقى الوطر زد قول لي ربع الار وربع الاكسي سي واجمع الاثنين وهات الجزر التربيعي يدين الاعاقة يبقى انا لو طلبت منك الاعاقة الكلية في الدايرة بتاعت المقاومة والمكسف ربع المقاومة وربع المفعلة السعوية او الاكسي سي واجمع الاثنين وهات الجزر التربيعي يطلع لك المطلوب اثباته عشان كده المسلس رقم اثنين بيحتوي على ثلاث مقاومات المقاومة الاولين اسمها R المقاومة التانية اسمها XC المقاومة التالتة اسمها Z والثلاثة بتقاسوا بالقوم عشان كده سمناه مسلس المقاومات من مسلس المقاومات لو انا عايز احسب الوطر هقول الزد بتساوي الجزر التربيعي لR تربيع زائد XC تربيع طب لو عايز احسب الR لوحدها ركز بقى بالحطة دي هضرب زد في كوزين فاي ايه بقى زد اللي هي الاعاقة الكلية وكوزين فاي اللي هو معامل القدرة او جيب تمام الزاوية اللي انا باختصرها بكلمة جاتا فاي طب الاكس سي زي ما قلنا هنضرب الزد في سين سي طيب انت لو عايز تحسب الار لوحدها هتزد لو في المعطيات اضربها في جيب الزاوية في جيب تمام الزاوية اللي هو جاتا او معامل القدرة طب لو انا عايز احسب الاكس سي قل الزد في سين سيتا او في سين او فاي سين فاي اللي هي ايه جيب الزاوية اللي هي جاتا بتاع الزاوية خلو بقى لكم القوانين دي مهمة جدا عشان بعد شوية هنحل مسائل تاني مسائل يا مستر اه طبعا لان الرياضة مربوطة اوي اوي بالمادة الجميلة ديت وعايزكم تحبوها اوي لانها تشغال لك مخك هتخليك مركز دايما ومصحصح انت شغال في كهربا فلازم جميع حواسك تكون شغالة وتكون مركزة ومدركة لانك انت بتوقف في مكان مسؤول عن سلامة ملايين البشر بيقول القدرة في دايرة تحتوي على مقاومة ومكسف هو كمان القدرة هندرس هنا كمان اه ما احنا عندنا القدرة اللي لسه واخدنا من شوية بي كيو اس فعالة غير فعالة زياري هنا برضو القدرة عندنا ثلاثة فكريم مسلس الجود اللي كان عندنا هروح جايين ضربينه في الطيار مربع في مربع الطيار يعني ايه البي اهي ودي الكيو والمحصلة اس لو انا عايز احسب القدرة الفعالة في اي دايرة كهربية ربع الطيار واضربه في المقاومة يبقى بي بتساوي مربع الطيار في المقاومة او اضرب الجهد فيه في الطيار اي في جيب تمام الزاوية اللي هو معامل القدرة اللي هو كوزاين فال طيب لو عايز احسب القدرة الغير فعالة مربع الطيار في الاكس سي اللي هو المفعلة السعوية لو ربعت الطيار وضربته في المفعلة السعوية اجيب القدرة الغير فعالة او اضرب الفي في الاي في صاين فاي اللي هو جيب الزاوية لو انا عايز احسب بقى القدرة الزهرية زيها زي اللي قابلها كات اس ديها تليها الوطر ولو عايز احسب الوطر في اي مسألة اربع الضلع الاولاني بي وربع الضلع التاني اللي هو كيو واجمع الاثنين واجيب لهم الجزر او اضرب الاي تربيع في في لأ او الاي تربيع في الزد صح يا مستر او صح طبع انا عندي ثلاث منطق هنا او ثلاث حاجات منطقية يجبوا لي اس ان انا ربع الطيار واضربه في زد او اضرب المربع الطيار في الفي او اقول الجزر التربيع لبي تربيع زائد كيو تربيع طب ام تستخدم القانون ده او ده حسب المعطيات اللي عندك عشان ما تلفش كتير لقيت بي وكيو ربع البي وربع الكيو واجمع وهات الجزر وشكرا طب لو لقيت الطيار والاعاقة اللي يزيد اضرب مربع الطيار في الاعاقة ومن هنا بقدر اطلع من هنا تلت انواع من القدرة قدرة فعالة ودي سابتة في جميع المسائل مربع الطيار في المقاومة سواء كانت مقاومة ومكسف مقاومة وملف او اي او التلاتة مع بعض اضرب مربع الطيار في المقاومة تجيب القدرة الفعالة لكن القدرة الغير فعالة بقى بتتغير من دايرة لدايرة يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني الكيو هنا بتسوي مربع الطيار في الاكس سي طب لو انا عندي ملف يبقى اكس ال يبقى مربع الطيار في الاكس ال طب لو عندي التلاتة هيختلف ومشان سبق لان الكلام ده هيجي بالترتيب بتاعه الاس برضو هتلاقي سابتة في كل المساء مربع الطيار في الاعاقة زد او الجزر التربيعي اللي بيه تربيع زي كيو تربيع هنا هطلع بحتي مهمين جدا ان القدرة الفعالة مش هتتغير في المسائل مربع الطيار في المقاومة والقدرة الزهرية مربع الطيار في الاعاقة برضو مش هتتغير في كل المسائل لكن اللي هيتغير في المسألة كيو الملف غير المكسف والمكسف غير الملف كوظايف وهنشتغل عليه كمان شوي هنا بيقول ليه بقى احسب القيمة الفعالة شفت بقى رجعك لأول درس خدناه في الدوار الكهربية بولي حسب القيمة الفعالة للطيار وزاوية الواجل يا فاي بين الطيار ومصدر الجهد وعايز جهد المصدر للدائرة اللي قدامك دي قال لك الجهد عندنا 12 الزبزبات 100 اللي هو التردد مديني مقاومة بربعمائة قوم ومديني مكسف بـ 22 أو 222 من ألف مايكروفراد التوصيلة دي توالي خلي بالك خلوا بالكم انتو هو لازم يحط لك الاتنين دل على خط واحد لأو يحط لك مقاومة 400 قوم وحط لك مكسف ساعته 222 مايكروفراد اول لقطة عايزكم تاخدوا بالكم منها لو طلب مني شدة الطيار لازم يكون عندك الاعاقة وعشان تجيب الاعاقة اللي هي زد لازم تربع المقاومة وتربع الـ XC هنا لو لاحظت ان دي مش XC ده الراجل هنا بلف بيك قوي ده دك مكسف ساعة ساعة مايكروفراد لازم دي تميزة يكون قوم زي صاحبتك دي بالظبط طب انت عشان تخلي دي قوم تعمل ايه ارجع بقى بالذاكرة كده للحلقات اللي فاتت ودور كده في مخك وقول لي الـ XC بتساوي ايه الـ XC هنا هتساوي ايه بقى برفع عليكم واحد على اثنين باي FC يبقى انا الـ XC دي تقوعة تقول لي هي مقاومة في الدايرة لأ ده الـ XC هنا مش موجودة اللي هي الممانعة الساعوية فعشان تخلي المكسف ممانعة ساعوية تحوله من مايكروفراد لـ O طب احوله ازاي ان انا استخدم القانون اللي خدناه من الحلقة اللي فاتت واحد على اثنين باي FC تعالوا بقى نشوف الراجل حل المسألة ازاي اهو زي ما قلتلك بالظبط الـ XC هنا بتساوي واحد على اثنين باي FC يبقى واحد على اثنين باي زي ما هي شال كلمة F وحط مكانها مية عشان كان مدينا التردد بـ 100 هيرتز اثنين وعشرين او متين اثنين وعشرين من الف ده همت دول قيمة السعة ضربها في عشرة او سالب ستة برافو عليكم عشان يحولها من مايكروفراد لفراد هنا هتطلع بقى 770 اوم هنا بقى وانت قلبك زي الحديد بقت المسألة كلها اوم المقاومة من الدهالي بربعمائة اوم والممانعة السعوية انا جبتها عن طريق قانون واحد على اثنين باي FC فبقت اوم هنا اقدر اجيب الزد اقول له الجزر التربيعي لـ R تربيع زاد XC تربيع الـ R مدهالي بربعمائة هربحها وعمتنا الـ XC مدهالنا بعد ما حولناها وطلعب بالاوم 770 اربحها لو جمحت الاتنين دول وجبتلهم الجزر هيطلع 7181 اوم ودي قيمة الاعاقة طب انت بتجيب الاعاقة يا مستر ما عشان تحسب الطيار لازم تقسم الجهد على الاعاقة ركز هقوله بما ان الطيار بيساوي الـ V على الزد ايه بقى الكلام ده يا مستر واحنا مش خدنا القانون ده قبل كده ان اي طيار في الدنيا بيساوي الجهد على المقاومة ما هتدايرة خلوا بالك يا ولاد ما بقتش فيها مقاومة واحدة ده بقى فيها ثلاث مقاومات فيها R وفيها XC وفيها اللي بيحصلهم زد والزد دي اكبر حاجة فيهم اللي هي الاعاقة الكلية فعشان كده جبت الزد عن طريق قانون R تربيع زاد XC تربيع تحت الجزر ومن هنا طلحت الزد بـ 7181 عوب بقى في القانون ده هو قوله اذا الطيار هيساوي 12 فولت اللي هو من دوملي في المعطيات على الـ 7180 اللي هي الاعاقة اللي جيبتها من شوية يطلع الناتج 118 من 1000 ميلي أمبير وده بيبقى رقم صغير جدا طب لو عايز احسب معامل القدرة اي معامل قدرة بيساوي R على الزد او الـ B على الـ S او الـ V R على الـ V مش ده كله كان مسلسات مش احنا عندنا ثلاث مسلسات ده لأسناها لو انت عايز تحسب كوزاين فاي من مسلس القدرة هيبقى B على Z بي على S لو عايز تحسبه من المقاومات يبقى R على Z طب لو عايز تحسبه من مسلس الجوت قول لي V R على V يبقى هنا R هتبقى 400 على 7181 يطلع الناتج 557 من 10,000 وده رقم صغير جدا ولازم معامل القدرة يا ولاد يطلع كل مرة أقل من الواحد الصحية عمره ما يعد الواحد في حالة واحدة بسي لو الأحمال المادية بيور يطلع بواحد لكن أدام الأحمال سعوية على مادية على حسية ما يطلعش عمره بواحد صحيح طب لو طلب مني بقى زاوية الوج زاوية الوج ديت ده شغل رياضة يا مصر مش احنا عندنا جتا هقول شيف تتان على الموبايل أو على الآلة الحزبة هضغط على زرار كده اسمه شيف تتان أحول 557 من 10,000 لزاوية بالدرجات طب لو أنا مش عارف كلمة كوزايم ماينس وان ديت يعني ايه يعني شيف تتان باللغة العربية بتاعتنا أو باستخدام الآلة الحزبة يطلع الناتج 86 و 86 من 100 درجة يعني الزاوية اللي بين الجهد والطيار 86 و 86 من 100 و 86 من 100 وديت زاوية الوج اللي بين الجهد والطيار لو أنا عندي الدايرة اللي كانت فيها حمل مادي وحمل سعوي اللي كانت في المسألة عندنا من دهالب الميكروفراد و أنا حولتها من المسألة دي هنطلع بحتة مهمة جدا أول ما ببص على المسائل اللي زادية لازم R تكون بالقوم ولازم XC تكون موجودة طب لو XC ديت مش موجودة بجيبها عن طريق قانون 1 على 2 باي F C هيبقى مديك F في الوقت تردد مديك C لها ساعة المكسف اشتغل بومبايلك بألحظ بتطلع الناتج كده انت جبت XC اجمحها على R بس بعد ما تربحهم لتنين وتجمحهم وتجيب الجزر جبنا الزد طب ليه بنجيب الزد عشان عندي قاعدة بتقول لي ان الطيار بيسوي الجهد على الاعاقة مش على R واحدة ولا على XC لا على الاعاقة اللي بتاعتهم اللي هي الزد المحصلة هتطلع الطيار بناتج كده انا خلصت المسألة وخدت الدرجة الكاملة وخلوا بالكو جميع المسائل بقى ممتشابها الاختلاف كله ايه ممكن يطلب مني بقى القدرة الفعالة ويطلب مني القدرة الغير فعالة ويطلب مني القدرة الزهرية ودي بتبقى حاجة مباشرة ما فيهاش حاجة هنتنقل بقى على نجم جديد من نجومنا الحمل الحس ايه بقى الحمل الحس يا أولاد هنتكلمنا عن الحمل المادي في اول الحلقة وقلنا ان الاحمال المادية كلها بالكامل كده عبارة عن مقاومات اللي هي التسخيم بتاعنا في اللمبات والحاجات دي في البيت الحمل الساعة واللي خدناها من شوية اللي هي المكسفات او مكسف معهم قومة زي ما شفنا اللي موجودة عندنا وبنشوفها في حياتنا اللي هي الجميع المحركات اللي موجودة سواء كان محرك خلاب بقى محرك غسالة محرك مروحة محركات في مصنع محرك متقاب محرك مخرطة كل المحركات اللي انت بتشوفها بتعمل حركة دي تسمى احمال الحسية الاحمال الحسية دي تعتبر جزء مهم جدا ولبناء اساسية في صناعة المحاولات ولبناء اساسية في صناعة المولدات وصناعة المحركات ما فيش حاجة من اللي انت بتشوفها بتعمل حركة بتولد كهرباء بتدور لك آلة إلا فيها ملف والملف ده يعتبر حمل حسي والملفات كلها عندنا هندرسها بالتوصيل في الحلقة دية وهنشتغل عليه الأول الأحمال الحسية دي إيه علاقتها بمعامل القدرة دايما الأحمال الحسية زي ما أعطي لكم بتأخر معامل القدرة الوحيد اللي بيخلي معامل القدرة في عز مجده المكسفات عشان كده الأحمال الحسية عشان تحس معامل القدرة بتاعها بنحط معاها دواير توازي مكسفات وده قلنا قبل كده طيب الحمل السعوي هو عبارة عن مكسفات ومقاومات أو مكسفات بيور خالصة والأحمال الحسية عبارة عن ملفات فقط أو ملفات مع مقاوم بس احنا النهاردة بقى هندرس الملف كده بشيء من التفصيل لأنها هيفيدنا قوي في بناء شغلنا بعد كده إن شاء الله في سنة تانية وفي سنة تالت تعالوا بقى نشوف الأحمال الحسية دي ايه شكلها وبتشتغل ازاي وهل هي بتفرق كتير عن اللفات ولا دي حاجة جديدة وبتأسس علم جديد في الكهرباء قال لي طبعا هتأسس علم جديد واستنتاج جديد هنشوفه مع بعض بعد شوي بيقول لي ايه بقى بيقول لي إذا مر طيار كهربي في موصل فإنه ينشأ مجالا مغناطيسيا ده اللي عمنا فرضاي اللي قال كده في أول حلقة طيار يمكن تكبير المجال الناشئ المجال اللي هيطلع ده ممكن أكبره إذا مر الطيار في عددا من اللفات ومن هنا ظهر اسم الملف الكهربي يبقى الملف ده عمل طفرة ولا معماش لأ عمل يا مستر ليه بقى عمل لأن الطيار الكهربي لما يمشي في سلك بينشأ مجال المجال ده هو بيولد كهرباء بعد كده قال لي لممكن أكبر المجال ده واخليه كبير قوي قوي لو أنا مررت طيار في عدد لفات كتيرة أقول لي إيه لا حسب اللفات بقى هنا ظهرت اسم الملف الكهربي في توليد الطيار الكهربي طيب الملف القهرابي ده عبارة عن إيه قال له عبارة عن سلك ويصنع من النحاس عادة والسلك ده بيكون ملفوف حول قلب حديدي وبيتلف بعدد معين من اللفات مش لف كده اعتباري أو اللف كده وخلاص لا ده لازم يكون عدد لفات معينة وأحيانا السلك ده بيلف بمادة غير معناطيسية وبيكون القلب هوا وبيبقى ده شائع كتير قوي قوي في المحولات والمحركات عندنا بيكون القلب قلب حديدي معظم المحركات اللي عندنا أو المحولات اللي عندنا بيكون القلب حديد بس في قلب هوا وفي قلب تاني بيبقى مصنوع من مادة الفرياء البريتات وفي قلب معناطيسي بيبقى مصنوع من شراح الصلب السيليكوني الواع القلوب كتير قوي بس أشهر أنواع القلوب الحديدية اللي عندنا اللي هو ركائق الصلب السيليكوني واللي بيبقى السلك ملفوف عليها ودايما بيبقى ملفوف بعرض لفات معينة بتبقى بحسابات معينة ده شكل الملفة هو ده شكل ملفة هو ما الفوف عليه سلك هو ودي شكل الملفات عندنا شكلها الحلزوني بتاعنا او المدور او اللولبي وده الشكل التجاري بتاع الملف الكهرابي اللي بتحط في الدورة الكهربية بيعمل لي فيها شغلة عالي اوي فيه بمصطلح هيقابلني اسمه معامل الحس الزاتي للملفات ايه معامل الحس الزاتي؟ اللي هو النسبة ما بين الفض الماناطيسي فاي الناشئ لشدة الطيار الكهرباء يعني انت لو اسمت الفيض على شدة الطيار اي يطلع لك معامل اسمه معامل الحس الذاتي اللي هو برمزل بالرمز إيل ويقاص بوحدة تسمى الهنري يبقى وحدة قياس معامل الحس الذاتي هي الهنري ودي وحدات مهمة جدا عشان وانت بتتعامل مع القهربة بيقابلك كده ايه كلهم بيقيس الشحنة الفراض بيقيس الساعة الهنري بيقيس الساعة بيقيس حس الذاتي للملفات خلوا بالكم الحاجات دي بتبقى مهمة جدا جدا مش بنعرفها عشان ننجح ونسقط زي احنا بنعرفها عشان ده شغلنا اللي بعد كده ان شاء الله كله هيبقى مبني على الوحدات دي طيب بيقول لي بقى هات الملفات زي ما انت اشتغلت على المكسفات واشتغلت على المقاومات اشتغلنا عليها توالي وتوازي برضو الملفات بتتوصل في الدايرة إما توالي إما توازي قال لي لو انا عندي ثلاث ملفات وتوصلوا مع بعض توالي أو اربعة أو خمسة اللي توتل بتساوي مجموحهم يعني اللي واحد زائد اللي اثنين زائد اللي ثلاثة زائد اللي اربعة هفهم من كده يا مستر ان التوصيل على التوالي في المقاومات توام للتوصيل الملفات لاتنين شكل بعض بزدار هناك كنت بقول ار واحد زائد ار اثنين زائد ار تلاتة هنا هقول اللي واحد زائد اللي اثنين زائد اللي تلاتة وهكذا يبقى انا لو عايز احسب الملفات على التوالي بجمحهم جمع التجاه لو التوصيل على التوازي يا مستر هقول واحد على ار توتل بيسوي 1 على L1 زائد 1 على L2 زائد 1 على L3 وهقول 1 على وهم كلهم يعني ايه الكلام ده يعني هقول 1 واشد شرط الكاس 1 على L1 زائد 1 على L2 زائد 1 على L3 زائد 1 على L4 وهنا هطلع بكلمة توصيل الملفات على التوازي باشتغل بالمعادلة دي هيديني مثاله يقول لي ايه بقى 3 ملفات 12 و 18 و 24 ملي هنري احسب المحسة الكلية اذا كانت توصيل توالي ولا توازي برافو عليك سامع بنت ولد شطر بيقولولي يا مستر التوصيل التوالي مواشر او ل up of 18 زائد 21 يديني الساعة الكلية او يديني المحسة الكلية طيب لو توصيل على التوازي هقول 1 على 1 على 12 زائد 1 على 1 على 18 زائد 1 اهو توصيل التوالي جامع ال 12 مع ال 18 مع ال 24 في هناная 54 ملي هنري جاء التوصيل على التوازي قال لي ايه قال لي 1 على 12 على 1 على 12 زائد واحد على تمنتاشر زائد واحد على اربعة وعشرين طريق بخمسة واربعة وخمسين من مية ميلي هنري وبكده نكون خدنا الملفات توالي وخدنا الملفات على التوازي الحلقة دي كانت دسمة جدا كان فيها شغل كتير قوي على التواصيل على التوازي بدأناها بالمكسفات ناهيناها بالملفات وفي النص كده اشتغلنا على لو انا جبت ملف او جبت مقاومة ووصلتها مع المكسف بيطلع لتلات مسلسات مسلس قدرة ومسلس مقاومة ومسلس تالت اسمه مسلس الجهد وكل مسلس ليه اضلاع وكل اضلاع وبشتغل بها بالمسائل بجيب الاعاقة الكلية عن طريق تربيع الضلعين اللي هو والكي والا والاكسي سي وبعد ما ربحهم اجيب الطيارة عن طريق اليوع الزد او الفيه عزد لازم ادرس القوانين كويس لازم اخب بالي ان الملف لما بتحط في الدايرة غير المقاومة غير المكسف احنا اشتغلنا على المقاومة وعرفنا ان الطيار والجهد في اتفاق واجه واحد يعني الاتنين ماشي مع بعض في المكسفات عرفنا ان الجهد بتأخر بزاوية تسعين او الطيار بيزبق الجهد بزاوية تسعين عايزكم تركزوا في المادة دي كويس واي استفسار انا معكم ان شاء الله على 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 موقع القناة ركزوا او او في المش في المسائل بس في النظر بتاعها امتى المقاومة تشتغل مع الطيار وبتعمل ايه والجهد شكله ايه والحاجات دي ان شاء الله هندرسها في المعامل عندنا على الجهاز الاسلسكوب ونعرف شكل الموجة ايه كنت سعيد جدا انا كنت معكم النهاردة اترككم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم